اهلا بكم فنانين في كورس تعليم الرسمة هنكمل مع بعض بها التظليل دلوقتي هبدأ اشتغل في الجزء بتاع العين من الداخل والخط ده اللي هو الخط بين العين اللي هو خط العين الاساسي والخط بتاع الرمش انا ببدأ اغمقه كده هبدأ ازبط برضو من فوق شوية انا لحد ما بزبط الخط ده معايا بحاول اغمقه بالطريقة دي انه ما ببقى شكله قريب للحقيقة من حيث التظليل ده كويس جدا هبدأ برضو اظل للجزء ده انا كده بظل للجزء ده كويس هبدأ اظل للجزء اللي تحت انا كده عملت يعني دايرة وقفلتها شويان كويس كده الحد هنا كويس والناس ان شاء الله تكون مستفيدة من الكورس ده طيب انا بعد ما بعمل الجزء ده هعمل ايه هبدأ اكمل تظليل في الجزء بتاع العين اللي هو الخط بتاع العين ده هو احاول ادمجه معايا بقلم الدمج لكن خليني دلوقتي يشغل في الجزء ده لحد ما بزبط الخط وبخليه كأنه معمول مزبوط كده كيرف بتاعه مزبوط طيب هبدأ امسح الخط ده لان الخط ده ما بقى الزهر انا هبدأ امسحه كده من النصح يعني من النص لكن انت تخيلا هتبقى شايفه انت تخيلا هتبقى شايفه انا كده حزفته طيب كويس جدا هبدأ ازبطه برضو من الناحية التانية زي ما انت شايف كده انا ببدأ ازبطه من الناحية التانية وابدأ اعمله بالراحة خالص جدا كويس هبدأ ازبطه كده تمام انا كده اعملت الخط بتاع العين من تحت. هبدأ ازلل الجزء ده الخط ده خط الرمش. الخط ده خط الرمش من تحت. لازم تزلل من تحت. يعني من تحت جده تبدأ تزلل. وكلما تنزل تحت التزليل يبقى فاتح. يعني زي ما عملنا قبل كده. فاهمين? انا كلما بقرب من الخط كلما بقرب من الخط التزليل بيبقى غامق شوية. كلما بنزل تحت الموضوع بيبقى سهل ويبقى خفيف لحد ما ينتهي الى مفيش خالص فاهمين كويس اعتقد كده الموضوع كويس طيب لو انت الرصاص مش الضابط معك احنا هندمجه في الاخر يعني انا بس كده بحاول ازلل لحد ما الخط يختفي فاهمين انا قلتلكم مش عايز اي خطوط واضحة وصريحة في الرسمة كويس طيب فيه ناس قالتلي ان الرموش بتاعتها ما زبطتش اللي انا عملته ده اللي انا عملته هو اتجاه الرمش معنى كده ان انا مرسمتش الرمش بتاع العين صح انا كده فعلا مرسمتوش انا قلتلك في المحاضرة اللي قبل كده انا برسم اتجاهات الرمش بس بعد كده استخدم قلم ايت بي وابدأ ارسمه لكن خلينا دلوقتي شغال في التزليل شوية طمام انا بعد ما خلصت كده هبدأ اعمل ايه هبدأ اعمل اتجاهات شعر الرمش من تحت يبقى انا بعمل ايه انا بحدث الاتجاهات الاول طيب هبدأ اشتغل كده عشوائي نفس التكنيك بنفس الطريقة ببدأ الخط من فوق لتحت عكس الرمش من فوق عكس الرمش من فوق كويس جدا والخط لازم يبقى كامل معايا ما ينفعش اقف النص بجيب الخط من اول ما بحط سن الالم لاخر ما بشيره تمام تمام اتفرج على محاضرة الخطوط موجودة في كورس الاساسيات عشان تفهم الخطوط دي وتتعمل ازاي وايه التكنيك اللي انا بستخدمه عشان اعمل بالخطوط ديت كويس الحد هنا كده كويس انا ببدأ اعمل اتجاهات ايه اتجاهات الرمش اللي تحت اتمنى انك ما تصرعش الفيديو او تبطاو انا عايزك تكمل معايا المدة يعني الفيديو لما يبقى اربع او خمس دايق اعتقد ان الوقت مش كبير عشان الناس ما تكملش الفيديو للاخر تمام او كده انا كده عملت ايه انا كده حددت بس اتجاهات رسم الشعر كويس يا فانينين في ناس بعتولي على الخاص قالولي ان هما ما بيوصلهمش اشعار بالدروس طب ده سببه ايه سببه انك مش مفعل جرس الاشعارات هتلاقي كده جنب علامة الاشتراف جرس عليه جرس اه تضغط عليه تضغط على الجرس ده وتفعله كل يعني بحيس ان انا لما نزل فيديو يوصلك اشعار وكمان هتلاقي تحت في الوصف اه لينك القناة الخاصة بينا على التليجرام انضم لنا على التليجرام عشان يوصلك كل حاجة انا كده بلغتكو باللي اقدر اعمله انا كده طريبا خلصت جزء كبير السلام عليكم اشتركوا في القناة